للوقوف أمام أوضاع كهرباء ساحل حضر موت رأس وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيك اجتماعا ضم قيادة المؤسسة العامة للكهرباء لمناقشة عدد من القضايا الهامة لتحسين الأداء والعمل في قطاع الكهرباء حيث وقف الاجتماع أمام نفاذ كمية الوقود الخاصة بالمنحة السعودية وإيجاد الحلول السريعة والعاجلة لها وآلية نقل مادة المازوت من العاصمة عدن إلى حضر موت واستناف العمل في مشاريع تحسين الشبكة لكهرباء ساحل المحافظة وأقذ عدد من القضايا الخاصة بمحطة التوليد وأقذ الوكيل الفني على الاهتمام بمتابعة العمل في محطة الريد الشرقية وسرعة إنجاز العمل فيها من قبل المقاول المنفذ ونزول المختصين لتسريع آلية العمل فيها والوقوف على القضايا المتعلقة باحتياجات المحطة